مالك يهزم الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وتصدر الدوري لأول مرة هذا الموسم أزا مالك يارفع رصيد وإلى 24 نقطة تساوي مع نادي الأهلي ولكن فارق طارق أهداف النقاط لصالح نادي أزا مالك نادي الزمالك أحرز 20 هدف ودخل مربع أربع أهداف الفارق 16 هدف لصالح نادي الزمالك في نفس الوقت نادي الأهلي أحرز 17 هدف ودخل مربع خمس أهداف فارق 12 هدف لصالح نادي الأهلي نادي الزمالك 24 نقطة نادي الأهلي 24 نقطة فارق الأهداف نادي الزمالك قد مباراة قوي جدا أحرز أهداف نادي الزمالك اليوم يوسف وثمى نبيه زيزو أمر السيسي ولكن أحرز هدف الإسماعيلي قلنا احنا في بداية المباراة أنه كان كل الكلام أنه أحرزه محمد حسن لعب نادي الإسماعيلي ولكن كورة آخر حد لمسيته هو كان أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك في مرمى وكده نتيجة عدتها واحد نادي الزمالك مباراة مصيرة جدا مباراة خوية جدا بين الأجهزة الفنية خاصة وجود أحمد حسن ميدو في القيادة الفنية في نادي الإسماعيلي هيده روح ويده فرق كتير جدا معاه ومخالج العلام كله مركز معاه وواضح جدا أنه كان فيه جلسات كتير جدا من أحمد حسن ميدو مع اللاعبين وشفناه أنه هو بيدفع بكل تشكيل أصحاب الخبرات في نادي الإسماعيلي بدأ تشكيل كان بيدوم كل أصحاب الخبرات سواء من أول كوكو حرس المربع حمد النقاز اللاعب التونسي كان في الباك المين والمحمدي اللاعب المؤيز جدا والسوقي ومحمد أخلوف محمد حسن اللاعب في الزمالك ولاعب الإسماعيلي ولاعب السراميكا وصالح جمعة أحد أبرز النجوم القرى المصرية سواء من أول يعني من أول إمبي ومن أول الاحتراف ثم نادي الأهل فترة طولة جدا ووجوده في النادي الإسماعيلي وبالتالي يجهزه واضح أنه هاتمد عليه شفته كبير جدا شفنا بس مرسي في الهجوم نادي الإسماعيلي ولكن وبدأوا بالفعل بداية قوية جدا وأحرز هدف في أول ثلاث دهائق عن طريق أحمد فتوح في مربع وكان فيه فترة جدا عن نادي الزمالك ولكن استطاع بالفعل نادي الزمالك يرجع للمباراة ويقدر يحرز هدف التعادل عن طريق جوسف سام النبي اللي هو أحد أفضل اللاعبين في الدورة لمصر هذا الموسم وبالفعل هو المفاجأة نادي الزمالك وفيه كلام كتير جدا وهناس كتير جدا تؤكد ان هو بيعود جزء كبير جدا من غياب أشرف بن شرقي الذي راح على المسلم الماضي وبالفعل هو لعب متميز يحرز كل مباراة يحرز هدف كل مباراة له وصمات وبالفعل لعب لعب جيد ونفس الوقت نازم نقول من نهاردة بريرا رجع لصوت العقل خاصة لما نشوف النهاردة عمل تغييرات بالفعل شفناها من اول بات اليمين رجع حمزة المسلوسة في زفير ايمن وخرج محمد عبدالغاني نص الملعب دفع دونجا من اول مرة من المسلم يبدأ به المباراة ولعب بسلاسي قوي جدا في نص الملعب سواء دونجا مع امام عشور مع عمري السيسي اللي بدأ برضو من الاول ومعاهم زيزو وفي الهجوم كان سيف الجزيري موجود مع يوسف نسامل بيه مباراة مهمة جدا مباراة قوية شوط التاني برضو يعني ميدو دفع بكتر من تغيير على صوم عبدالرحمان مجد احدى ابرز المواهب الموجودة في كرة المصرية وقال ليجوا مؤثر جدا وقدر يغير مجرى المباراة برضو بعض الاوايات ويخلي فيه سيطرة ومحاولات اسمع اللاوية موجودة ولكن نازل زمالك كان عنده ثبات نص الملعب قوي جدا شكبالا لما نزل برضو في الملعب عمل فارق مع نازل زمالك في نص في الجزء الهجومي وابتدع حرك نازل زمالك ووراعة لو تردتها بدأت تسلسل من نادي الاسماعيلي بدأ بداية قوية احرز هدف لجأ للدفاع تقدم نادي الزمالك ادري احرز هدف ثم احرز الهدف الثاني ثم الهدف الثالث وقلنا هنشوف النهاردة هزيمة سقيلة ولكن الاسماعيلي ادري يجمع نفسه شوط التاني نفس الوقت تغييرات كتير جدا عملها بريرة دفع بعد من لعيبة شوفنا دفع به اشرف روقة بدل من دونجا شوط التاني شوفنا يوسف اسامة نبيه برضو خرج يوسف اسامة يوسف عباما نزل مكان امام عشور سامسون برضو نزل برضو بسير جزيري عمل تغييرات فيها تدوير ولكن في الوقتي المناسب قدر يحسم بيها نادي الزمالك النقاط وتصدر النقاط الى اربعة وعشرين نقطة وستوى مع نادي الاهلي الزمالك تصدر الدوري لاول مرة هذا الموسم واضح كده هنبتدي بقى نخش فيه الخلاسة الموسيقية بين الزمالك ونادي الاهلي وبرضو مش نادر نخفل دور فرقة تانية المنافسة لما نيجي نقولي نادي فيوتشار برضو في الترتيب التالت عنده اتنين وعشرين نقطة ونادي بيرامز رابع عشرين نقطة تحديد سكندر الخامس تمنتاشر نقطة المحلة سبعتاشر نقطة ولكن عنده مباراة غدا الجمعة فيها الدوري الدوري مشتعل جدا وبرضو قبل مباراة الزمالك النهارة كان في مباراة قوية بين نادي مصر البورس سعيدي ونادي اسوان تطورات كمة الاسارة انتهت جيبوز لابناء السايد بهدفين مقابل هدفة من ركل الجزاحت سابع الحكم طارق مجدي فيه الوقت بدل الضايع مباراة مسيرة في الدوري النتائج كلها ماشي في اتجاه مفاجئات كل الفرق هنقول لي بشغلوشها وبعض مستويات متقربة هننتكلم بنونه ست فرق بنتكلم بين نادي الزمالك اربعة وعشرين نقطة الاول ونادي المحلة السادس تبعتاشر نقطة يعني نتكلم في سبع نقطة ولسه عنده ماشي غدا لو كسب يبقى عنده عشرين نقطة بيتكلم في اربعة نقطة وخمس نقطة في الجولة العشرة اعتقد المشوار لسه طويل في الدوري اعتقد المباراة الامور هتكون مختلفة الفترة الجاية دي احنا شايفينها في الدولي نادي الزمالك النهاردة في تغييرات تغيرة جدا في ريرة النهاردة كلنا شفناه واضح ان هو كان دوره مؤثر في تغييرات المباراة لجع للوضع الطبيعي استغل عدد من الصفقات الجديدة احلال وتجديد مع وجوه جديدة النهاردة اهم ابرز المكاسب يوسف سبان بيه يواصل المجاح عند زبانة النهاردة بيكسب لعيب مهم جدا في مصف الملعب وهو عماد دونجا القادم من بيرامز في المنطقة وسط الملعب نادي الزمالك النهاردة الصدر الدوري لفارق الاهداف على النادي الاهلي عندنا موارات كثيرة وموارات مهمة جدا في الدوري نكملين معاكم نهاردة في الصدق التحليل لتلفزيون اليوم السابع بعد قليل هيكون معايا كابتن عادل خبير التحكيمي وحالات التحكيمية في موارات الزمالك والاسماعيلي وصوان والمصار اشتركوا في القناة